كتعبيراً عن حالة امتعاض متراكمة من قطاع الاتصالات والخدمات الرديئة والباهظة انطلقت حملة سكر خطك يوم واحد قد يكون كافياً لإيصال الرسالة من دون الوصول إلى الهدف كيف لا وأزمة الثقة بين المستهلك اللبناني وقطاع الاتصالات تعود إلى ما قبل عصر الهواتف الذكية وأي جيل من أجيال الإنترنت أول شيء ما فينا نطرق لموضوع الاتصالات وتحديداً خدمة الموبايل إلا ما نرجع تقريخياً لبدايتها ب93-94 وقت العالم كانت لحتى تسجل خط أو لحتى تاخد تليفون كانت تدفع مئات وألاف الدولارات وكان في ديبوزت وقت العالم دفعاتها لا تحصل على هذا الشيء وهذه المصاري اللي كان لازم للعالم ترجع تاخدها ما أخدتها فبلش العلاقة إذا بدك بكتاع الاتصالات باللبنان الخلوي بعلاقة سيئة فما في سئة من البداية من ناس لدور الحكومة بإدارة هذا القطاع يعني الدولة عم تستعمل هذا القطاع إذا بدك كبقرة حلوب وعم تسحب مصاري قد ما فيها منه فالوقت الذي تتفاخر الشركات المشغلة بدخول لبنان نادي الجيل الرابع بعد ست سنوات على تفعيل الجيل الثالث يترنح لبنان ضمن الإصدار الرابع في خدمات الإنترنت كمان النقاط الأساسية أنه لبنان صار لازم ينطلق بالإي بي في سيكس نحن هلأ إي بي في فور يعني نحن هلأ محدودين الخدمات الإي بي أدرس يعني ما عنا إي بي أدرس كافة للناس يعني الناس هلأ بتفوت على الإنترنت ما قادرة تستعمل الإنترنت لأنه ما فيه إي بي كفاية للعالم كله فكتير ضروري يتطور وننتقل من الإصدار الرابع للإصدار السادس بخدمات الإنترنت لحتى تصير خدمات توصل للكل لا يحتاج أي مستخدم للإنترنت سواء على الهواتف الذكية أو في المنزل أو في أماكن العمل إلى شهادة في الاتصالات لمعرفة الفرق بين رلاءة الخدمة وارتفاع تكلفتها مقارنة بالدول المجاورة يعني نحن مثلا بالمكتب جربنا نجيب خدمة الفورت جي المكسيموم تبعها 60 جيجا يلي هو الكمية بتكلفك 120 دولار أو أكتر يعني بوقتها بأماكن أخرى يمكن بعشرة دولار بعشرة يورو بـ 20 دولار ماكسيموم هالنفس الخدمات فالنقطة الأساسية أنه تتخفض الأسعار طبعا تتخفض الأسعار وتتمدد المدة فهيدي تتمدد الشريحة يعني فهيدي نقطة أساسية ارتبط ملف الاتصالات والإنترنت لأكثر من أحد عشر عاما بشخص واحد هو عبد المنعم يوسف أقيل الرجل من عرينه واختار الوداع برسالة بعثها إلى موظفيه بخط يده جاء فيها لا نخاف ولا نقلق فهذا الوطن الذي نعشق ونحب لن يسمح للبعض الحاسد أن يغتال واحدة من أنبلي وأهم مؤسساته أقيل الرجل الذي يحمله البعض مسؤولية رداءة قطاع بأكمله هل يتحسن القطاع بعد رحيله؟ التجربة تشير إلى أن المشكلة في المنظومة لا في شخص فحسب أدم شمس الدين قناة الجديد